وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب بص أنا عايز أقولك على حاجتين تقدر تكمل بيهم سواء خدت هندسة أو ما خدتش هندسة في مكانين في مصر يعني ممكن يخلوك تبتدي اشتغل يعني كويس قوي حتى لو أنت ما دخلتش هندسة الاي تي اي ده بعد ما تخلص الدرس معي دور على الاي تي اي بيدوك تسع تشهر في مجالات يعني في أكبر من تسع مجالات من مجالات البرمجة أوكي وبيدوك بدل اللغة لغات كتير بس طبعاً كورس تقيل يعني تسع تشهر فول تايم ستادي يعني كأنك طبعاً ما نصحش به في وقت الحالي خالص أنت لسه أصلاً ما دخلتش جامعة وفي الغالب بياخدوا خارجين مش بياخدوا طلبة زيك بس أنا على وقت يعني ما كانش حد عرفني أو أو ما حدش عرفني في سن وأنا صغير أنه الحاجات دي الأوبشنز دي متاحة أوكي كنت بقى سمع عنها بالصدفة المهم في حاجة تاني اسمها EWZ تقريباً حتأكد لك من القصة دي دي بامتحان أو اامتحانين صغيرين ممكن تدرس أونلاين بس تقريباً برضو حتأكد لك من حتة دي ممكن بيشترتوا خارجين يعني تكون متخرة أوكي دول كانوا معمولين مؤخراً عشان يأهلوا بس دي بقى حاجة صغيرة يعني دي تاتة تشهر دي دا كورس تاتة تشهر عشان يأهلك تشتغل في المجال المعين في العمل الحر أوكي من ضمنها مثلاً شغل اللي علاقة ببيسون مثلاً بس طبعاً يعني هم مش بنفس القوة بتاعة ال-ITI أوكي فدول حاجتين في مصر ممكن يخلوك آآ ممكن يخلوك تبقى يعني يعني بالفلوس قليلة جداً تقدر تخش المجال أوكي أيضاً طيب جميل خلينا نحاول أي حاجة النهاردة أوكي طيب شايف شايف دا يا ابني أنا كده حطيت ال-students بتاعتي جميل طيب هقول define display students ماشي وممكن أروح مديله st أو st خلينا نقول st ماشي وهكتب pass هنا كده وهعمل ايه وهعمل display students وناديها تحت كده جميل هعمل run مفترض مفترض أنه ما طبعتش حاجة لكن أنا بوريك ال-structure بتاعي البرناج بتاعك هيكون عامل ازاي طيب بص بقا شغال طب بص دي معنى ايه تاني بتقول ايه بص بص دي لعناها ان انت انا عايز ايه عايز اعمل function بس مش عايز اكتب الكود اللي جواها بس انا لو لو شلت ال-post دي مش هيطلع لي ايه ال- اوكي فبص دي بتقوله ايه يعني يعني عدي كأن فيه كود اوكي جميل طيب انا بعد ما اعمل display اقول change change grade تمام طيب هديله الليستة بتاع ال-students وهديله ال-students ال-name وهديله grade اللي هو هيغيرها جميل طيب ايه اذا اهو ادي student grade انا هديله student grade بالمنظر ده كده ونديها هنا برضو كده هقول ده هنا كده students ماشي وال-name هقول alice brown ماشي وهقول grade f مسلا تمام ده اللي هديه للمسل بتاعتي وهو هنا كده هيروح عند alice brown وهيغير من a يغير grade يحط f بس لازم يحط loop هنا ويزبط الدنيا بداء على كده فهمت حاجة هو ده المطلوب الاتنين دول المطلوبين ماشي انا ما كتبتش الكود هنا وظيفتك ان انت تكتب الكود هنا فهمت حاجة طبعا هل اعرضها بالمسل اه طبعا المفترض انه ان انت يعني عشان تغدي المرحلة الحالية ان انت كل الاكواد اللي تكتبها تبقى المسل المفترض كل حاجة اقولك تعملها تبقى مسل طبعا اه فطبيعي اه انا عايزك تعرض عن طريق المسل ديسبلي يعني تقدر تحط تحط هنا ولا تقدر اه والتشينج مش هترجع له حاجة اصلا انت هتغير في الاستودنت اي اوكي بس فهنا برضو جزء منها انت بتتعامل مع مع وجزء منها بتشتغل بتقوي نفسك في قصة المسل ان انت تبقى اغلب الكود بتاعك عمال تعمل في عشان انقلك من المحار اللي بعد جميل جدا نحاول ناخد حاجة تانية ابني اه انا كنت فكرت كل المطلوب ان اكتب بمكتب بمكتب انا 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 عايدك تستخدم جوجل ترانسليت ان هو دي الفكرة انا استخدمت جوجل ترانسليت وترجمت الصفحة كلها على بعضها فانا مخدتش بالي اصلا ان اخدت كاتب حاجات بالعربي وحاجات بالانجليزي انا قرأت الصفحة كلها على بعضها والحتة اللي كانت مكتوبة يعني انا كنت فكر ان انا يعني هعمل حاجة انا كده انا انا مش هعمل اي حاجة انا هعمل رن فكود يشتغل عشم ابليس يا استاذ عشم ابليس يا استاذ انا اصلا استغربت انا احس ان انا فهم غلط انا كده مش بيستخدم الكود انا كده ادكت رن وهو عمل انا طب الكود بيعمل ايه عادت شوية فكر اوكي خلاص ماشا اصلا مكانش عادي يشتغل بعد ما عادت اكتب شوية كده وكتبت كزا حاجة الاول قبل ما اكتبه زي التاني بالزبط وكتب اجرب كزا حاجة وما كان شوية يشتغل معايا فما سأحترف الاخر عشان اجرب التاني وعرفت ان المشكلة مش من الكود اه انت قلت لي اه اوكي تمام المشكلة اوه في علامة فايل فوق مكان المان فوق كلمة المان في علامة فايل كده عالشمال انا كنت عايز اخلي المان فوق خلص اخذها من مكان اللي هي في من عالشمال المكان اللي عالشمال اطلعها فوق فوق بيت لا مش حينفع لا مش حينفع انا عرفت بقى لما طلعتها فوق اه اه اوكي ماشي تمام تمام اوكي طيب خليني اه معرفش خليني خليني برضو حاول امشي معاك اه نطلع لقدام اوكي بص بقى النهاردة اه ان شاء الله بسم الله الرحيم هنحاول اه نعرف ازاي نكتب بيانات اه اه هنحاول نكتب بيانات في في ملفات اوكي اوكي فايل ده ترمي الحاجة اه اه بنقدر نقول انها مكان لتخزين الدا اوكي يبقى هنعمل لأي داتا جوه ملف فالفايل ده مكان لتخزين الدا طيب الملفات دي ممكن تكون تكست فايل ممكن تكون امش فايل ممكن تكون فيديو فايل ممكن تكون ساوند فايل طيب لو تقدمت في الامور شوية تقدر تعرف ان 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 بشوية اكواد بايسون ممكن تاخد مثلا ملف يعني بدي اف فايل تحول الوامجز تحول الصور او تاخد ملف فيديو وتطلع منه صور معينة يعني ايه طبعا لكونديشنز معينة تبعط لشروط معينة عايز تقول ايه الصورة دي انت عارف ان الفيديو عبارة عن مجموعة صور بتتحرق وربعض صح ايه اوكي يعني تقريبا انا من الناس اقل حاجة اربعة وعشرين ممكن احيان بيوصل تلاتين صورة في الثانية عشان تقدر تشوفها كأنها حاجة متحركة فممكن تقول مثلا لو انت لقيت ثلاث صور لاشخاص او ثلاث اشخاص جوه اي صورة خدها وعملها سيف عندك فهي الفيديو بتعرض الكود البيتون الريبلت دي يقدر يترجم اذا كان فيه اشخاص في الفيديو وينفع احطونه فيديو اصلا اه طبعا 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 البيتون يعني ده كان الهدف من الكورس يعني هدف من الكورس انه بدهولك لوقتي اننا خليك تدخل في الحتة دي ان انت يبقى عندك تقدر تعمل بعض الاناليسز او تعمل بعض الوبوريشنز على فيديو يبقى عندك فيديو ملف فيديو وتحدد الاشخاص فيه وتاخد صور الاشخاص تاخد الفيس بتاع الشخص ده وتخزينه عندك مش بس كده يعني ممكن تقطع الجزء مثلا بتاع الاي او النوز او الحواجب يعني مهم تعمل بعض الوبوريشن على الكلام ده وتخزين بعض الصور لو هي يعني استوفد بعض الشروط اللي انت حديطها اوكي يعني مثلا سي انت عندك قاعدة بيانات فيها صور فانت بتدور مثلا عندك لستة فيديوهات عايز تفتح كل فيديو وتدور هل الصور الموجودة دي لاشخاص انت تعرفهم منخزن صورهم قبل كده ولا لا اوكي لو مش مخزن اوكي خلاص حتلي صورة الشخص الجديد ده وخزن لي صورته وحط لي مثلا ايه للمستخدم ان هو يخزن تحتي اسم مثلا اوكي فدي طريقة تقولك اه في الفيديو فلاني تلع اشخاص في الفوق الفلاني مثلا في السانية الفلانية طلع فلاني في السانية الفلانية طلع جميل خليص طب خلاص نطلع بقى للجزء التاني احنا بنتتكلم دوقتي على text files يا ربي يا رحيم طيب انا مضطر للأسف اقفل بس دقيقة واحدة بس كده مع بعض احنا زي ما قلنا بنتكلم على text files text file يعرف يعني text file اللي هو نهايته dot t x t شفت شفت extension ده قبل كده او النهاية طيب عندك حاجة برنامج اسمه note bad اوپس note bad بالمنظر ده كده لو كتبته في الرن او دورت عليه في start هتقدر انت شايف الرن بتاعتي هنا شايف شايف دي كده شايف الرن شايف الرن هنا اوكي طيب عموما انت لو لو دورت على البرنامج اسمه note bad dot xe note bad ده ده برنامج بييجي مع الويندوز بيخليك تقدر تفتح وتسيف ملفات اللي هي نهايتها dot t xd اوكي اي المفترض اللي احنا كنا ناخده النهاردة ان احنا نشوف طريقة ازاي نقرى بيها ملف txt ماشي من جوه الكود بتاعنا نقدر نقرأ ملف txt طبعا احيان كتير بيكون عندك يعني مثلا ايه تكون انت بتعمل برنامج عشان اوزو الرجيم تكون بتعمل برنامج عشان اوزو الرجيم اوزو عشان ياخد data مثلا من sensors كده مثلا يعني دي حاجات كده بتقيس الوزر بتقيس مثلا سرعة الرياح humidity الرطوبة درجة الحرارة دي حاجات معروفة عشان يعني يعني sensors تقيس بيها حاجات في الجو اوكي ال data اللي بتتقري من هنا لازم تتخزن في مكان من ضمن الاماكن المشهورة ان انت تحطها في text file اوكي فاذا واحيان انت لو بتكتب code الكود ما بيحتفص باي بنات مجرد ما انت تقفل الكود وينتهي الرنين بتاعه ما بيحتفص باي بنات كل حاجة بتتلغي وتروح تمام اي input انت بتكتبه بيروح طب هده ده صح لا ده مش صح اللي احنا لازم ناخد البرنامج بتاعنا المرحلة التالية اللي احنا نقدر نخزن بيانات يبقى كل ما انا برن وانا بدخله بيانات اخزنها مش كل مرة ابتدي من صفر يبقى اقدر مثلا لو انا بقى عمل يبقى اقول مثلا اه الراجل اللي بيلعب بلاير ده وصل لمرحلة معينة او جاب سكور معين او انا سجلتله اسامي للعيبة معينة او انا طلبت حاجة من مثلا من ريستوران مثلا من مطعم طلبت اردن معين مش معنى كل مرة لما البرنامج بتاعي يهنج او يبوز او يحصل في مشكلة اضطر اعمل كل حاجة من اقول ده مش منطق اوكي والاسف الشديد مضطر ان احنا لازم نقفل ونكامل المرة الجاية خليني نبتدي من تمانية وتلت لانه واضح ان العيشة عمالت يعني تتقدم شوية شوية كل يوم فخليني نحاول نبتدي تمانية وتلت اوكي اوكي يلا نشوفك على خير المجر سلام عليكم وعليكم